اشتركوا في القناة اهلي جدة سواء بقى من مصر او من دول اخرى وبالاخص مصر حقيقي لان التردد بعض الاسماء في الدور المصري سواء في الاهلي او في الزمالك منهم محمد الشناوي الحقيقي ان كان فيه اتصال او تواصل شفهي من مسؤولي نادي اهلي جدة مع الشناوي في انه هما يعني فرصته موجودة في النادي وهياخد فلوس قويسة وبالتالي يعني ده في الفترة دي اعتقد ان شيء مهم محمد الشناوي الحقيقي ان هو يقامل نفسه ماديا لكن في الاخر هو بيلعب في افضل نادي في الوطن العربي في افريقيا بياخد فلوس قويسة معاش بقى الشناوي ممكن يكون تفكيره ازاي وان كان هو يعني لو حابب يخد التجربة لازم يخدها بشكل يكون فيه مقابل مادي كويس يكون مكان برضو طبعا زي اهلي جدة اهلي جدة طبعا نادي كبير وصعوده من الدور الدرجة التانية في الدور السعودي للدور الدرجة الاولى مرة اخرى تانية او دور الممتاز ده برضو شيء مميز لكن هيكون فيه في الفتر اللي جاية تفاوض قوي ما بين اهلي جدة والنادي الاهلي المصري على محمد الشناوي طيب الماتش الجاي وده مهم جدا كنا بنتكلم فيه مبارح وهو الجماهية وزيادة عدد الجماهية عشر تلاف متفرج في الاستاد هيكونوا موجودين غير تماما لما يكون خمسين الف حقيقة اللي احنا شفتناه في ماتش الهلال وماتش الرجاء جميل حاجة جميلة جدا شكل رائع الكل التزم الكل كان بيشجع فريقه والنادي الاهلي طبعا حاجة حلوة بتزود كمان القوة الخاصة بالفريق فالنادي الاهلي اكيد يهموا ان الشكل يفضل موجود يعني شكل الفريق بالقوة دي جاي مستمد من قوة وجود الجماهير في الاستاد فيهموا ان الجماهير تفضل نفس العدد وبالتالي طبعا بيطلب وهناك محاولات مع الجهات الامنية في زيادة عدد الجماهير في المباراة القادمة ان شاء الله يبقى في موافقة الحقيقة من الجهات الامنية بزيادة عدد الجماهير لتوصل لنفس العدد تبقى حاجة حلوة بأمر الله للنادي الاهلي اشتركوا في القناة